أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا صباح الخير صباح النور صباح الحب ولياسمين على حبيباتي الغليات إن شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم فيديو تايب أحسن الأحوال نهاركم مبارك حبوباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير أنا راني بخير والحمد لله اليوم حشارككم وصفات بزاف ملاح وسهلين وبنان بزاف خاطرين في البنة لبنات وأكيد لبنات أحيان تترقوا الموضوع مهم بزاف 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 وهي التفائل تفائل وخيرا تجدوه كي الناس بزاف متفقلين وكي الناس بزاف متشأمين مع أنه وأنه التفائل من حسن الخلق من التفائل الخير نسنه من عند ربي غر الحاجة المليحة ونتفائله غر الحاجة المليحة وهذه طبعا تكون من عند تكون مشخصيات على الإنسان كي يمز بزاف اللي متفائلين جيهم مشكل يلقوا له حل يجيهم مرض الحمد لله يجيهم مسائب يدعوا منها العبرة ويدعوا منها الدرس كي مثلا واحد يخدم حاجة ويفشل فيها وما ينجحش ويزيد يعاود وما ينجحش أكيد هذه التجاربه ستقوي أكيد هذه التجاربه ستعطي له الخبرة باش يزيد يدير أحسن وأحسن وهذه لا تعنيه باللي راه إنسان فاشل حابوا باتيح نشحلكم الوصفة اليوم وممتح نتحط في هذا الموضوع بزاف بزاف مليحه بزاف رح يفيدكم وأكيد إذا عملتوا بهذه الطريقة يعني وكنتوا من هذي قدرة حين نكتسبوها اللي متكونش عنده يقدر يكتسبها يقدر يغير من نفسه يقدر يغير من حياته يقدر يغير من نظرته للحياة أكيد ما نكونش زدنا بها كل واحد والمحيط تتاعه كل واحد والتربية تتاعه وكل واحد والشخصية تتاعه قوية ضعيفة يستسلم لأي مشكلة يجي يستسلم له فيها بزاف 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 هذا الموضوع بزاف بزاف فيه النقاط اللي انت حلثوا عليهم إن شاء الله هنا لبنات حناشرح لكم الوصفة التاعة اليوم درت روز جاب بزاف لبنات مليح جاي الظقف في الفم روز بالخضر كما اشتوني هنا كنت درت لي كوتلات حطيتهم فلاكوكوت درتهم شوية عزيت ملح وفلاكحل وسكرت عليهم فلاكوكوت نقص النار كامل يعني ديروها النار قليلة نخليهم يطيبوا على النار قليلة واحد الان كعضيهم نحن تشوفهم جاي وعسل اللي يضوبوا في الفم وهنا معهم هنديل روز بالخضر كما اشتوني درت فتاجين تاهي شوية عزيت شوية بزاف راح نقليهم هذي الخضراء باش يديكم الروز بزاف بني كما اشتوني زيت حبة جريوات ولا كوغجات حطيتها في الروبوت تقدو ديرو اي اشواء غانا هنا رحيت فيها فتا عموميكس ما تقدو ترحيوهم في اي اشواء كيزي رحيوهم لبنات ميقعدوش كبار هكب مام كي يكلوهم يعني افراد لعائلتاكم ولولادكم ولا اي واحد ما يحبش الخضراء طبعا ماشي رح تجيه لقو مشي رح يحس بلي في هالخضراء بزاف مع انا هنا درت واحدة كبيرة طبع مالك كبيرة طبع جريوات درت نص حبة كبيرة طبع فلفل حلو احمر ونصّة حبة koşبل حلو اخذر ونصح أدير نصح باسهة ليس ظه throughout the community بل وريد فى حضرات بنسبح خضر في البنات وهذه الطريقة علي نشوفه معي ندر هاي ما في الروز وإلا في البولغوخ في البرول هنا كما تشتونين نخلي الجريوات تتقلم لي حتى تدي ذلك اللون الذهبي تحكم لكم شوية الوقت بصحة تجيكم أحسن دونك ديروا لها زيت وخليوا هلاشتوا زيت نقص زيدوا لها شوية زيت هنا نرحي البصلة قلتكم ندر تقص نص حباتها نرحي وكلش بالأشواء لبنسبش تجيكم بنينا ورح نزيد البصلة هذي نحطها فوقها نخليها تدي الطيب يعني فاترها كذا خمس دقائق ولا ونزيد نحط فوقها الفلاف رح نشوفوا معايا ذلك الفيديو نولي الموضوع اللي هدرت لكم فيه التفائل تفائلوا خيرا تجدوه أكيد أي وحدة يعني أولا واحد يكون ما تفائل خير أكيد رح يجيه الخير كما نقولو إحنا لكنا نخموا بطريقة إيجابية رح نجيبوا حوايج إيجابية خموا يعني بطريقة سلبية أكيد رح نتيري وذلك الحوايج السلبية أكيد الواحد كين وصبح يقول الحمدلله ويتفائل ويسعا ويدي لخمم طريقة إيجابية أكيد رح يريك لجوانة تكون إيجابية بإذن الله مثلا أي واحد يعني كان عنده كيما قلت لكم دار مشروع فشل معلش مستبالة فانجيمونت زاد عاود دار مشروع زاد فشل معلش هنا المهم أنه يقعد معروحه ويحلل علىه ما ننجح شوي يدي غر النقاط يعني اللي تكون مفيدة ليه اللي توصله يعني باش يتعدى هذي المرحلة باش يخدم بليح باش يطور من نفسه باش يتعلم مهارات جديدة ويحقق هذك اللي بيوت تاعه مش معنى أنه ما حققش يعني المرة الأولى سوداء نفشل ونقعد ونتشائم ونقول ما عنديش الزهر ولا ما نقدرش نخدم شاني حاب ولا ما كانش يعني زهر ميلعبش دور كبير الزهر يعني كما نقوله الحظ الحظ يلعب دور يعني أنتو ما تروحوا تسعب ليه يعني رح نجرب مرة واثنين وثلاثة وربعة وخمسة حتى نتحصل على النتيجة لأنه أنا حابها نتحصل على النتيجة على هدف تاعي وأنني حاب نوصل وأكيد رحينوصلوا ربي يقولنا سعى وأننيعيكم أكيد رحينتوصلوا ولكن لازم نخموه بإيجابية ونتفائلوا لهذه الحياة هذه الحياة ربي مدهنا هادية مدنا فضلنا على باقي الخلق يعني إحنا رانا أفضل خلق عند ربي سبحانه وهذه النعمة دجارة كبيرة كبيرة بزي بزي أكيد كي قسما نقربوا ربي قسما نشوفوا لحياة إيجابية هذه الحياة رانا غير ما هي غير جسر للعبور لازم نعيشوها بتفاؤل بحب ولا نفرحوا لأي أي حاجة جيكم نفرحولها أي لجتنا وفاة جتنا أي حاجة يعني ما نشه نكون فيها حزن أكيد رح يكون فيها حزن هذه الحاجة عربية سبحانه أي حاجة بعثها لنا ربي رحي فيها حكم فيها حكمة وإحنا الإنسان الإنسان هنا رانا ضعف ضعف ما كيف يفوت الوقت وكل رحي نشوفوا في هذه الحاجة اللي جاتنا وكلنا مش راضين بها وما نشحبينها وتشائمتوا منها رح تكون فيها خير من ورا لكنكم لازم تفكروا طريقة إيجابية وإحنا حين تشوفوا وتميزوا وتفهموا أنه كان من نرى هذا الحاجة كان حاجة إيجابية لكنتوا يعني لكان الإنسان متشائم رحي أكيد رحي نفوتوا قداموا حواج إيجابية ومش حيشوفوا إن شاء الله حبوبتي تكونوا وتفهمتوا عليها إن شاء الله نكون استفدتوا من من الحكي التاعي ولو 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 واحدة كان نغير غير وحدة ونفيدها وتحسن من روحها وتولي إيجابية وتقرب ربي سبحانه أكيد قيس ما نقربوا ربي قيس ما نكونوا ملاحق قيس ما نقربوا ربي قيس ما تجينا الراحة النفسية ونكونوا راضين على رواحنا نكونوا قيمين بواجبتنا قدام ربي أكيد ربي يقبل الناس كامل لازم الصلاة والوقت لازم الأذكار لازم حويش بزاف لتقربنا ربي ويكون ربي سبحانه راضي علينا أكيد هذه الراحة النفسية رح تخليك تكون إنسان أخرى رح تخليك تستعيب طريقة أخرى وتشوفي الحياة بالنظرة أخرى أكيد هذه نصيحتي لكم حبوبتي إن شاء الله نحكي لكم على وحدة النقطة مهمة بزاف هنا كمشتوني في الوصفة درت حبة جريوات درت فوقها حبة تعبس لوز تقليتهم بزاف ومبعد حطيت فوقهم الفلافل اللي حمراء وخضراء اللي كنت رحيتهم وقليتهم بزاف مليح تاني يعني شتهم تقلي وكي شت زيت انقص زيت شوية تعزيت ومبعد حطيت فوقهم حطيت فوقهم ماطم ثاني رحيتها حبة تاني قليتها شوية ومبعد حطيت كاس تعروز كما شتوا قليتهم مليح الروز معاهم هنا كما تشوفوا هنا تقلي مليح وبذلك الروز يتنفخ شوية فيها شرب الماد الخضر هنا مش نضير زوش كيسان نضير كاس روز نضير زوش كيسان هنا هنضير كاس ونشوف مليح هنا سنغطي عليه ونخلي يطيب ملح في الأكحال في الأحمر ونذكر عليه وننقص النار ونخلي حتى نشوف الماشاح كامل ورحين تشوفوه معايا في الأخير سيكون يجي بزا مليح يجي الحبة عند ضغطها والبنة يجي بزا بزا بني كما قلتكم حبو بيت سنرجع لكم واحدة نقطة هي نقطة مهمة مهمة جدا كين بزاف ابنات كين قراروا تعليق كل تعليق يعني يحير كذلك في غير موضيفات تقعد يحير يعني كين أخرين يكسبون تحياتهم عندهم شعلا يملوا في حاجة أخرى وصلوا ربعين خلاص فاتهم تران ماذا مربي خلقنا ماذا مرانا في الحياة نتفائلوا لهذه الحياة خلانا مزال مخلينا هنا أكيد راح يستنى منها حاجات يعني لازمنا نديروا هذو الحاجات لازمنا نديروا هدف نحق أهداف نديروا واجباتنا أكيد عمرو لا تفوت كل وقت أكيد مهما يكون السنة الإنسان عمرو ما يكون كين ما نقول يعني سيتخوتا نو ما زالت الفرصة قدامك وحتى تكون خمسين إنسان اللي يكون في عمرو عشرين سنة ولا ثلاثين سنة ولا حبوبتي نصحة مني تفائلوا للدنيا هذه هذه الدنيا ربيعطها هدية ورانا هي جسر يعني للعبور إن شاء الله نكونوا نخدموا في آخرتنا كما نخدموا في دنيتنا إذا شفتوا أي حاجات تكون صعبة عليكم صلي وركعتين لله سبحانه وتعالى وشوفوا بنظرة إيجابية كل مشكل كل موضوع حاولوا تدرسوهم الجوانب أكل أي حاجة في الدنيا عندها حل هذه قاعدة حطوها في رأسكم أي مشكل عنده حل لقوا لغل حل مناسب وكما نقول وفروا الوسائل المناسبة لكم قعدوا في مكان مناسب خموا مليح شوفوا الموضوع من منظر وحلو هو أكيد الإجابة رحين سلقوها أنتم في رسكم يعطيها حتى واحد الإجابة الصحيحة سلقوها عندكم أنتم ولا حبوباتي إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو تعليم من الفكرة تعليم تفائلوا خير تجدوه أكيد رح نزيد نأكد لكم على نقطة مهمة جدا وهي لأنكم تكونوا مع الناس يفكروا بطريقة إيجابية يكونوا ميكونوش سلبيين ميكونوش يشكيوا دائما ميكونوش دائما سلبيين يشوفوا في الدنيا كامل طريقة سلبية أكيد بعدوا عليهم باش تقدروا تنجحوا باش تقدروا تطوروا من نفسكم أكيد كي تكونوا مع الناس إيجابية رح تتعلموا منهم أشياء رح يفيدوكم باش تقدموا للأمام وتستفادوا من هلك الطاقة الإيجابية فالا حبوباتي هذا هو كانت هذه هي كانت نصيحتي لكم إن شاء الله تكون تفيدكم وتكون تديو ولو القليل من هذا الفيديو إذا كان عندكم تساؤلات حبوباتي تقدروا تحضوهم لفلي كومنتي وأكيد سنجاوب على كل التساؤلات تتعكم ونشكركم بزف إذا وصلتم حتى نهاية الفيديو نقولكم تهلا في روحكم ما تنسوش خاموا بطريقة إيجابية تفكروا بطريقة إيجابية ونظروا للحياة بطريقة إيجابية وأكيد ليسعر برحيا يجزيه إن شاء الله وتفائل خيرا تجدوه حبوباتي هذا هو كان الفيديو سعرنا اليوم رح نقولكم إسهلا وفروحكم نتلقى وقريب إن شاء الله في فيديو جديد ومعروتنا جديدة وصفات جديدة ومواضيع مهمة مهمة إن شاء الله هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا أمطري حبا وطهرا يا سماء